السلام عليكم يتم حاليا إنشاء مستشفى جديد للاستعجالات الطبية في بلاد مصيلة وبالضبط في بلدة حمام الضرع وهذا المستشفى الذي يتساعد لحوالي 60 سرير ويتكون من جناح لرعاية الغفولة والهمومة وكذلك عملية الجراحية ووقف أطوار وعدة ملحقات لتدخل في ضرورة الاستعجالات الطبية وللعلم أن هذا المستشفى كان معطل الأشغال كانت حابسة فيه لأكثر من عامي والآن عادت الأشغال يعني عادت البرونات في هذا شهر نظمبر الماضي والآن الأشغال تمشي بوتيرة جيدة حسب تصريح انتعوالي وإلي تمثيله يعني اتناء زيارة انتعوه في هذا الأسبوع لهذا المستشفى والذي أكد على ضرورة التسريع في واترة الإنجاز لإتمام هذا المشروع الهام بالنسبة للسكان انتعى المنطقة انتعى يعني تحمى الضرع في ولاية تمثيله إذن نتمنى نتمنى انه هذه المستشفى هي قيد الإنشاء في يعني عدة دوائر سوف يعني تارى النور في كل دوائر الوطن اللي إن شاء الله تعزز المنظومة الصحية في الجزائر وهنا كما نشوف يعني في الفيديو هذا نشوف أنه يعني الهندس المعمالية والشكل انتعى المستشفى هذا لا بس بها يعني مستشفى موش صغير وإن شاء الله تكون المشاريع معتلة ونكتب بالقدر والسلام عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة